رب تشتغل كويس هنشوف كابتن سامر بيقدر يستغل الطرفين كويس ادي الركنية تتلعب على الارض تشتيت ترجع تاني الهجمل صالح فارس فارس والنادي الاهلي يسند هشام مصطفى هشام هشام لسه يرجع تاني يوسف اسلام هاتو خد يلا هشام 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 يا راجل وبعدين ودي معوض معوض عرضية خطر الجنف هاضي الجنف هاضي الجنف هاضي الاول لسه ماقول الفرص ومين اللي جابها ما خيبش يظن حسام عادل رايح فرحان حسام على مدربه حسام عادل الاول للنادي الاهلي في الديه اتنين وتلاتين حسام عادل ينجح في التقدم للنادي الاهلي لسه بقول طالما بدأت ورحت بواحدة والتانية بخلص بتقرب حسام عادل شوفوا بقى هنا سنس الهداف استلم بالراحة الراجل اللي حطاها بشماله لكن هي خدمة الجنف هاضي ورايحة الديه اتنين وتلاتين تتغير الشكل يتغير المضمون الاهلي بتقدم بعمل الارض والجمهور بقى ومش نقول الحضور الحضور من عضايا النادي واولياء الامور بقى اللي بيجوا تتابعوا لعي بيتهم او اولادهم كرة عالية تروح لعمر كامل في نص ملعب المقولين العرب تتلعب من معوض والبوكس موجود من مروان وجون جون جون مين ابراهيم عادل ولا مين هو ابراهيم عادل ابراهيم عادل التاني الموي العرب هنا مروان طلع بالبوكس ولكن ما ادهاش القوة المطلوبة تسأل تخدم ابراهيم عادل عشان يبقى الهدف التاني مع الديه تسعى ويقدر نقول الديه اربعة وخمسين من عمر المباراة الهدف التاني للنادي الاهلي ابراهيم عادل يعلي النتيجة ويعزز بالهدف التاني الكرة البوكس من مروان كان محتاج قوة اكتر حارس مرمى المقولين لكن سقطت لابراهيم عادل اللي حطها والمرمى جاد فين سموين يشتت حطها لقاء صدرت المجموعة يفري كتير لسه هلي اطرى بقى جاء محمد هاني ويشتت قوت خطفت حسام عادل حسام عادل مشوار حسام انفراد انفراد من الاول ان عليه حسام عادل فرود حسام عادل حسام عادل التالت للنادي الاهلي في ديئة ستة وخمسين من امر المباراة يانا ربي الاخطاء بتولد اهداف الاخطاء بتولد اهداف وهي بالفعل حسام عادل مشوط الاول قلت لحضراتكم البيبان فرود فرود كويس قادر انه هو يحط نفسه في حتة كويسة قادر انه هو يضغط من خطأ دفاع المولين العرب خدها ورح من نص الملعب انفراد لا يسأل عنه تماما تماما مراوان عبدالحنان ها دي عبدالماسود ينقل وليد يسري برضو من لعبة كويسة في رئة المولين عبدالماسود تزديدة تغبط 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 اميرة عاطية بتعمل ايه يلعب العرضية لعبدالناصر لعبدالناصر جون ايه ده جون جون المولين وهدف الموليسة بقول فرقة فيها عناصر كويسة بس هدف ده على طول من محمد عبدالناصر يعني يقرب الموضوع شوية للمولين العرب في ديئة خمسة وعشرين هدف او ديئة سبعين من عمر اللقاء هدف اول المولين العرب تلاتة واحد لسه تلت ساعة لا ده احنا وصلنا لديئة سبعين اه تلت ساعة مضبوط هل يطر الموضوع هيقرب انا اقول ان الاهداف